القطعة صفحة 16 تخيل المشهد امرأة شابة تمشي الى سيارتها في موقف سيارات متعدد الطوابط في وقت متأخر من الليل فجأة يقفز رجل نحوها من خلف عمود تقفز بعض الحركات الممتازة وتضربه وبينما هو على الارض تقفز في سيارتها وتبتعد دون ان تصاب باذا يجب ان يعلمك هذا السيناريو ثلاثة اشياء مهمة الحياة الوقعية لا تشبه اي شيء في الافلام لا تمشي لوحدك في الليل سواء كنت رجلا او امرأة والاهم من ذلك استخدم عقلك وليس جسمك للدفاع عن نفسك ضد اي هجوم ان الحفاظ على سلامتك يعني عدم وضع نفسك في موقف خطير تجنب اي هجوم محتمل قبل حدوثك باستخدام فترتك او ما نسميه الحسة السادسة وهذا يعني عدم الخروج بمفردك اثناء الليل stay in well lit areas والبقاء في مناطق مضاءة جيدا make sure someone always knows where you are وتأكد من ان شخصا ما يعرف مكانك دائما work with confidence and carry a mobile phone with you وصير بثقة واحمل الهاتف المحمول معك basically don't make yourself a target وفي الاساس لا تجعل نفسك هدفا attackers look for people who are vulnerable 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 فالمهاجمون يبحثون عن الاشخاص الضعيفين او العزل if you do find yourself in a dangerous situation اذا وجدت نفسك في موقف خطير where you are being threatened وكنت مهدد try and defuse it حاول وعطل الموقف او عطل الشخصي that is try not to make the situation worse by trying to fight وحاول ان لا تجعل الموقف اسوأ بمحاولة القتال the best defense is to remove yourself from the situation ان افضل دفاع هو اخراج نفسك من الموقف calmly walk away run as fast as you can or eventually you can use your force ابتعد بهدوء ارقد باسرع ما يمكن او في النهاية يمكنك استخدام قوتك اصعب كلمات القطع picture the scene تخيل المشهد story topic suddenly فجأة column عمود perform يؤدي movies حركات kick يركل defend يدافع against ضده attack هجوم dangerous خطير situation موقف avoid يتجنب potential امكانية potential confidence ثقة confidence target هدف اعزل vulnerable vulnerable diffuse يعطل fight يقاتل defense دفاع calmly بهدوء force قوة اشتركوا في القناة